أخفش على الأهل لأنه الأهل ماشي صاحب سيستيمو مهما كانت الظروف ومهما بلغت مرحلة المطبط الصعبة الأهل بيعرف يتعامل معها كويس خاصة ما يتعلق بدوره الوطني في خدمة منتخبات بلده فيها تفاصيل كتيرا مهمة لكن عايز أقول لكم خلينا الأول نتناول أرعة الأمم الأفريقية تعرفين بطولة الأمم الأفريقية الدورة ديت هتتلعب في المغرب من 21 ديسمبر 2025 ل18 يناير 2026 إنما التصفيات هتبدأ في شهر 9 الأرعة اتعاملت المجموعات 12 مجموعة هتقاهل أول وتاني كل مجموعة دول 24 منتخب مجموعة الأولى فيها جنبية وجزر القمر ومدغشقر وتونس تونس طبعا مستوى أول المجموعة الثانية المجموعة الثانية فيها المغرب والجابون وأفريقيا الوسطى والسوتو والمجموعة الثالثة اللي فيها منتخب مصر معاها الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا المجموعة الرابعة نيجيريا المجموعة دي أستاذ إبراهيم يعني اللي يسبب لك بعض القلق الرأس الأخضر هنجيلها بس خلينا استعرض بقية المجموعات الرابعة فيها نيجيريا ومعها بنين وليبيا ورواندا والمجموعة الخامسة فيها الجزائر وغينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا والمجموعة الثالثة فيها غانا وأنجولا والسودان والنيجر المجموعة السابعة فيها الكودفور وزنبيا وسيريليون وتشاد والمجموعة الثامنة على رأسها الكونغو الديمقراطية معاها غينيا وتنزانيا وإثلوبيا والتسعة على رأسها مالي ومعاها موزنبيق وغينيا بيساو وسواتيني والمجموعة العشرة الكاميرو معاها ناميبيا وكينيا وزنباوي الحداشر جنوب أفريقيا معاها أغندا والكونغو وجنوب السودان والمجموعة الاثناشر والأخيرة على رأسها السنغال معاها بوركينة فاسو وملاوي وبروندي مباما دي كانت كمان خدوا بالكوا لأن تصنفت أفريقيا كلها لأربع مستويات ففيه 12 منتخب في المستوى الأول خدتهم خطتهم على رؤوس المجموعات على رأس كل مجموعة فريم المستوى الأول ثم التواني 12 منتخب في المستوى الثاني وزعتهم فبالتالي المجموعات كلها متقاربة من بعضها لما يكون بيتقاهل أول وتاني فالفرصة واضحة جدا تقدر تقول ببساطة جديدة أول والتاني التصنيف الأول والتاني ما لم تحدث مفاجآت هو ده المنطق اللي في التقاهل الفوارد يعني مصر والرأس الأخضر تبان كده والسنغال وبوركينا تبان كده لكن الفرق التاني مش بعيدة قوي يعني أنت لما تشوف أي مفاجأة مع فرقة من دول تهدد ترتيب المجموعة لكن الفعلا مجموعة بتاعت السودان لا مجموعة قوية جدا طيب كابتن حسام حسن عبر عن أو علق على القرع وقال أن منتخب مصر جاهز لكل المباريات وقال المنافسة على لقب أمم أفريقيا هو ده هدفنا قال لك أننا زي ما قلت قبل كده الكرة في أفريقيا بتتطور للأفضل المجموعة بتضم منتخبات جيدة ولكننا جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز لا منتخبات جيدة بصوا يعني احنا التحديات اللي جاية في كأس الأمم الأفريقية مش في التصفيات طبعا في التصفيات علينا أن احنا نحترم كل المنتخبات لكن التصنيف بتاع المنتخبات في القرع سواء فيما يتعلق بتصفيات كأس العالم وديكوا شايفين الفوارئ الكبيرة اللي موجودة بين منتخبات تصفيات كأس العالم الحمد لله منتخب مصر ماشي بشكل كويس تصفيات الأمم الأفريقية انت معاك الرأس الأخضر مرشحة مصر والرأس الأخضر للتأهل الفرقتين التانيين أقل من أنه هم يزحموا أي من المنتخبين لكن خلينا نقول أننا استعداداتنا أننا دي مباريات مهمة جدا هدفنا الأساسي أننا نروح المغرب عشان ننافس على كأس الأمم واش منص يعني أصبح مش طرف أننا نتكلم في كل التصفية هنتقهل ولا لا سؤال عيب نطرحه مش مصر اللي تطرح هذا التساؤل لكن مش معنى كده أننا نشتغل وكأننا ضمنين لأننا نتحسب أن نكون في أحسن حالتنا عشان نقدر نتجاوز بالتحديات دي لأنه زي ما أنت بتقول إحنا يا بنكسب البطولة يا بنبقى طرف في الفاينل فما إحناش بعيد يعني بالضبط فالكلام على فرص التقاهل أعتقد يقل للقيمة وقيمة منتخب مصر في القرى كبيرة أوي ترجمة نانسي قنقر